النفط بطبيعة حالته غير خلاق للفرص الوظيفية غير خلاق للفرص الوظيفية هالبئر هذا يطلع لك هالإنتاج بمعدة وينقلوا ببيب واحد يروح إلى معمل هالمعمل تبنيه 30-40 سنة قائم 600-700 شخص يشغلونه ويسوونه صيانة وفي شركات مساندة ولكن معروفة في دول العالم كلها إلا لما تنتقل إلى صناعة التحويلية أهلاً هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الكاتب الاقتصادي برجس البرجس الحديث في هذه الحلقة حول محورين أهم مهمين وهو النفط والاقتصاد الخليجي حول النفط ودور القطع الخاص وكيف ممكن نحله هذا الأولى والثانية هي الإسكان المعضلة اللي لا تزال اليوم واحدة من أهم الهموم لدى المواطن في السعودية فكيف اليوم الإسكان وش جالس يصير في مسألة الإسكان تطويره الحلول اللي مفترض أنها تصير الحديث حول هذه القضايا ولا أجد أفضل من أبو محمد للحديث عنها حقيقة قبل أن نبدأ أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمونها كذلك متابعة الثمانية على حساباتها في التواصل الاجتماعي آت ثمانية في جميع شبكات التواصل الاجتماعي أما الآن لنبدأ أهلا نبو محمد أهلا بك الله يسلم وكبارك فيك إن شاء الله أنا ودي أبدأ بأول شيء يعني اللي ما يتعلق في الإعلام فتصور كذا أني ما نسولف كانت فيه نقطة كذا أنه ما فيه ما فيه إعلام اقتصادي في السعودية أو حتى عربيا وحتى لنطاق من نظمة الأوبك فكنت تقول كذا أنه أنه الإعلام كل أخبار الأوبك والنفط ناخذها من بره ناخذها يعني من الأخبار محليا ومخارجيا مخارجيا ضعف إعلامنا بالإقتصاد اللي له علاقة على الأقل بالنفط اللي هو أبرز مكونات الإقتصاد الخليجي وش يشكل وش أهمية أن يكون عندنا إعلام جيد عشان تضايق منها يعني لا شوف خلينا نقول الإعلام المتخصص زين متخصص يعني برضه مثل الإعلام التنموي اللي هو يشمل الإقتصادي وفي عندك الإعلام مثلا الصحي كورونا شفنا كيف تضارب الأفكار وتضارب واجتهادات من أطباء يعني كانت وشفنا مشاركات لأطباء وشو برضه حتى لو تشوف الآن فيه ترند جديد طالة اللي هو حق الطقس كيف أنهم يعني أفكارهم أحيانا تتفق أحيانا تختلف وش هي مصادرهم هل كل واحد عنده أجهزة في بيته هل عندهم جهة حاضنة يعني للعمل هذا يبدو لي أن الإعلام المتخصص إذا كانوا إذا وجد يعني تحت منبومة وتحت رعاية يكون مثل النفط مثلا الأوبك شركة أرامكو المنشآت الصغيرة المتوسطة يعني جميع الأشياء الرئيسية التنموية يكون لها إعلام متخصص على الأقل يكون هو الأقرب للمعلومة اللي يقدر يوصل إلى المعلومة بطريقة صحيحة هذا الكنتكس طبعا بناء أو بزنس موديل كبير ولكن نحن نتكلم هنا عن الأشياء الأساسية بس يعني ما حسن هذا موجود بره حتى يعني فيه يعني كده نقدر نشوف سين بي سي مثلا اللي مهتمه بالاقتصاد بس يعني ما فيه شيء كده اللي متخصص جدا شوف فيه نطاق ضيق إلى كده اللي بس أنعن النفط شوف مثلا خذ على سبيل المثال متحسة صعبة خذ على سبيل المثال النفط النفط يعني حتى الإعلام اللي بره ما يجي بالصورة الصحيحة لأنه يفتقد إلى المعلومة الحقيقية حتى اللي بره يعني تقرأ لبلومبرغ تقرأ لفاينانشال تايمس تقرأ سين بي سي تقرأ لهم كلهم ما فيه يعني ربريزنتيشن حقيقي للمعلومة ذلك بس هن في السعودية هنا لا هن بالنسبة لنا النفط ما هو شركات بالنسبة لنا النفط هو نفط المصدر الرئيسي في إرادات المملكة وهو شيء الرئيسي اللي بانت منه المملكة بعد يعني بعد التوحيد وبعد الحرمين يأتي النفط يعني هو ركيزة أساسية فالكل يستمع لنا في تجربة سابقة العام الماضي كانت أو بداية السنة مش العام الماضي كانت السعودية ترى توجه رفض التوجه أو كان فيه تشدد يعني من جهات أخرى من داخل مش من داخل الأوبيك من ناس قريبين من الأوبيك ومن دول خارج الأوبيك ولكن في الأخير جميعهم يعني تدهور السوق في شهر واحد شهر ونص طالبوا بإننا نجتمع مرة ثانية ومش على الكلام اللي قالتوا السعودية فالنفط بالنسبة للسعودية ما هو مثل النفط بالنسبة لأمريكا أمريكا شركات أي شركة من شركاتهم الكبيرة هذه أكبر من النفط وأكبر من إرادات النفط أكبر من الوظائف اللي خلقها النفط بس بالنسبة لنا في السعودية لا هو ركيزة أساسية إيه يعني إذا خذنا مثلا أبل حالها يعني قيمتها تقارب الأرامكو بالكامل صح؟ والله شوف أبل هذه في مفهوم خاطئ كبير في مفهوم خاطئ خلينا نقول القيمة السوقية للأسهم المطروحة لأبل اليوم تعادل قيمة السوقية للأسهم المطروحة لأرامكو إذا جينا نشوف مثلا أسبوع القادم تلقى أبل أعلى أسبوع اللي بعد تلقى أرامكو أعلى ولكن أنت هنا ما تتكلم عن قيمة الشركة أنت تتكلم عن القيمة السوقية يعني خلينا نقول مثلا مثلا عندك كاش تبغى تشتري هذا الجزء اشتريته ولكن هذا لا يمثل قيمة الشركة بسهول القيمة السوقية للشركة؟ بس ما يمثل قيمة الشركة علشان مثلا قلت تكن السوق متضخم لا 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 مش السوق متضخم يعني مثلا شيء قيمة شيء الأبل ونقلها لبريطانيا طاح نصف قيمتها فضرائب فأنت تأخذ القيمة بعد يعني تأخذ القيمة لأنه سعر السهم يعتمد على الضريبة زين؟ لأن الضريبة هي جزء من المصروفات فبالتالي لما تطرح المصروفات من الإيرادات يطع لك الربح اللي هو أساسا يفترض أنه يقود سعر القيمة السوقية للشركة فلو نقلته لو نقلت أبل إلى بريطانيا ارتفعت الضريبة إلى أكثر من الضعف نقصت نصف قيمة شركة أبل السعودية نفس الشيء السعودية هم الضرائب للنفط يعني كون النفط ملك الأرض زين؟ وضع النفط مثلا 50% لو لو الضريبة يعني 50% ولكن الطريقة السليمة لقراءة قيمة الشركة هو أن تنظر للأرباح قبل الضرائب تسمى تسمى الأرباح قبل الضرائب الضرائب الأرباح بعد الضرائب أرباح قبل الضرائب أرامكو ضعف قيمة أبل ضعف قيمة أبل زين؟ ولو تنظر للقيمة الحقيقية يعني ترى هم الآن أبل أساساً مستقبلاً هذه قيمتها القيمة لليوم هي قيمتها مستقبلاً بعد 10 و 20 سنة لكن لو تنظر للحقيقة الآن مثلاً في أرامكو وسعر أرامكو فعلاً قبل الضريبة لأن الضريبة أساساً تروح إلى المالك اللي يملك 95% من الحصة لها الحكومة السعودية زين؟ فبالتالي يعني السعودية تربح من أرامكو من جهتين جهة الضريبة ومن جهة الأرباح لأنه كونها المالك ل95% فأرامكو أكبر أكبر بكثير من قيمة يعني القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية لشركة أبل خذ على سبيل المثال صافي الأرباح صافي الأرباح زين؟ ما قبل الضريبة أرامكو أكبر من الأربعة التريليونين الثانين اللي هما مايكروسوفت وأميزون وأبل وغوغل يعني هذول ما يصلوا إلى 175 مليار بينما أرامكو تتخطى 220 مليار الأربعة مجتمعين؟ الأربعة مجتمعين شايف؟ فقيمة أبل اليوم هي لقراءة مستقبلية دقيقة لو جينا الحين قلنا أنه نشيل أرامكو ونأخذ الأربعة شركات بتكون أفضل لو كان اقتصاد سعودية يقوم على أربعة شركات زي أميزون وأبل وغوغل ومايكروسوفت ولا شركة واحدة زي أرامكو لا ما تقارن هي بالطريقة هذه ما تقارن بالطريقة هذه النفط قائم على طول يبقى إن شاء الله قائم يعني حتى تنتهي قيمة النفط زي أميزون أو ينضب النفط وهذا ما هو في المنظور الآن يعني حتى مثلا في 20-50 بيكون عدد سيارات الكهربائية أكثر من عدد السيارات الموجودة اليوم ولكن هذا بيكون نصف أعداد السيارات أو أقل من نصف أعداد السيارات فتقريباً النفط يعني قيمته أو الاعتماد عليه اعتماد على النفط بيكون قائم ومستمر لكن المشكلة فين بتكون؟ المشكلة بتكون عند الشركات اللي مثل أبل لو طلعت شركة الآن توازي الأبل خلاص صار السوق عليها أكثر وشفنا شركات إلكترونية يعني تقريباً يعني شبه أقفلت الآن منهم نوكيا مثلاً زين؟ سامسونج الآن ينافس أبل وبقوة هواوي ينافس سيسكو وبقوة وهو بالحقيقة بداية هواوي يقول لك أنا أقلد وأدفع الغرامات يقلد الكود حقهم يكتبوا نفسه ويدفع الغرامات ويمشي هذا الكلام في 2002-2003 الآن أصبحت دفع الغرامات غش منك ودفع الغرامات وكذا الآن ينافسك وعنده مبيعات أكثر منك زوم أعلى من قيمة سيسكو هو شركات الإلكترونية ممتازة وتوفر وظائف بشكل كبير وشركات ابتكارية ولكن لا شيء يقارن بالنفط بصراحة بس أني أتصور أنه برضه إذا أخذنا النفط على قراءة 20-50 أحسن قراءتك متفاعلة تجاه أن النفط لا يزال موجود وقتها بشكل جيد لا لا في النفط أنت ترجع إلى ثلاث أربع مصادر رئيسية هم أفضل أفضل مراكز البحوث منهم اللي هي الـ IEA الـ International Energy Agency يعني تحت شراف وزارة الطاقة الأمريكية هذه القراءات هم يقرؤون استهلاك السيارات وعدد السيارات وزيادة في السكان يعني كل الأشياء هذه تكون موجودة ومعمولة بالحسبان في الأخير يطلعون عدد السيارات يعني عدد السيارات اليوم تقريبا مليار سيارة في 20-50 رح يكون العدد تقريبا أقل من ثلاثة مليار بشيء بسيط ورح يكون نصف السيارات اللي تنتج من القهرباء والنصف الآخر بيعتمد على النفط بالتالي استهلاك النفط في ذلك الوقت أكثر من استهلاكه الآن هذه القراءات يمكن يطلع شيء جديد بكرة وتغير معادلة كاملة آه زين ولكن هذا يعني هذه هي القراءات اللي احنا نمشي عليها ايه بس إذا يجينا نقول نشوف الشركات الجاسة تشتغل اليوم أغلب الشركات الجاسة تتوجه إلى الطاقة الشمسية وطاقة البديلة حتى أن كل الدول متفقة مع الممتحدة على 20-30 بتقليص الطاقة النفط والاعتماد على النفط والذهاب إلى الطاقة البديلة على كل مستويات الدول والحكومات والشركات ومنها السعودية اللي متفقة في هذه الاتفاقات نعم فكل الدول جاسة تتوجه إلى الطاقة البديلة فإحنا ما نتكلم بس بمع السيارات ناخذها على كل النطاقات اللي يتهم كذا البيئة والاستقرار وهذا اللي بيخلي الطاقة البديلة تصير سعرها أرخص سواء في البيوت وشركات المصانع فإذا أخذنا سيارات بتكون أقل ومن اللي اليوم والشركات والمنازل وأغلب تشغيل الطاقة اليوم اللي هو ينتج عن طريق النفط بيصير أقل مما هو عليه اليوم وإن كثري شوي العميل الرسمي للنفط هي سيارات الغالبية العظمة العظمة الكبيرة يعني أكثر من 95% هي للسيارات بأنواعها 95% من استهلاك النفط للسيارات هذا يعني بالعالم كله كامل ما تجد يعني مثلا مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ لك شيء هو صحيح سيكون مثلا خلينا نفترض أنه نصف السيارات مثلا في السعودية أو عالميا نفس السعودية نصف السيارات بيكون اعتمادة على الكهرباء زين ولكن عدد السيارات اللي تستهلك الكهرباء في ذلك الوقت وعدد السيارات اللي تستهلك الوقود العحوري في ذلك الوقت أكثر من عدد السيارات اليوم بعشرين وخمسين بعشرين وخمسين يعني تتكلم عن حدود ثلاثة مليار سيارة بس إذا أخذناها من جانب أجيب حسني ما أتفق يعني أجيب يعني كذا ما أدري شلون لا لا يعني إذا أخذناها أنه التسلا وشركات التقنية دخلت في سوق سيارات والسيارات التشاركية زي أوبر وغيرها اللي بتتخلص وتصير فيه السيارات ذاتية القيادة هذه بتتقلص عدد السيارات الموجودة في السوق لأنها بتصير خاص السيارات ذاتية القيادة لا لا أنت الآن ما عندك تشبع بالسيارات فحتى فيه دراسات تقول أنه تملك الناس للسيارات سيكون أقل بس أنت اليوم ما عندك تشبع في أعداد السيارات يعني شوف الهند والصين اللي هم ثلث العالم من كل ألف ما فيه إلا تقريبا عشرين واحد اللي سوق سيارة اللي يمتلك سيارة وزحمة وكلهم الآن طبعا زحمة لأنهم هم مجموعهم مليارين ونصف ومليارين ستمائة مليون وكلهم الآن عندهم هجرة إلى المدن فبيصير اعتماد كبير على السيارة في الهند والصين بشكل كبير بس ما تحسينها بتتغير ما هي بشكل اللي احنا نتصوره يعني ممكن يكون يعني بتصير أنه السيارات تمشي في الشارع ونتطلبها بالتطبيق تجي تأخذك وتمشي بس ما رح يكون فما تصير تملكها أنت مجرد تأخذها تجي تسوديك مشوار اللي انتبوه وبكذا تحل لازم تحتل الزحمة لأنه مستحيل الزحف نحو المدن لن تستقبل المدن كل هذه الكم من السيارات بس أنت أنت ما تجي تدرسها من ناحية النفط أنت في الأول تروح تدرسها من ناحية السكان كم عدد تزايد في السكان بعدين تروح تشوف حنا دائما نشوف خطط التصنيع للسيارات كم بيصنعون زين ونمشي وراهم نقرأها من هناك احنا ما ندخل في الشأن الاجتماعي نقرأ من السيارات نشوف السيارات لأن الآن لو تدخل أي سيارات تدخل مثلا بي ام دابلي ولا مرسيدس تلقى عندهم فريق عمل يشتغل الإنتاج للعشرينات اللي هي عشرين عشرين إلى عشرين ساعة وعشرين فريق عمل آخر يشتغل من ثلاثين إلى عشرين تسعة وثلاثين وهكذا البوينغ نفس الشي طائرات فاحنا نمشي ورا الخطط حقتهم يعني إذا حصل بريك ثرو كذا قوي وبقدرة قادرة تقدر تطلع من عملك إلى بيتك بضغطة زر جهاز كذا طيرك وداك هناك هذا شي ثاني بس حنا نتكلم على الأشياء اللي يعملونها الآن واللي يعمل عليها الآن بنفس الوقت دائما عاملين حسابنا إلى الأشياء الثانية اللي هي ممكن يكون في بداء ولكن بنفسه شي مهم أنه إحنا لازم ننتبه له أنه السعودية وضعها خاص يختلف يعني النفط ما هو بئر ونفط وبيع لا النفط استثمارات وما في أحد ما في شركات يعني كل المنافسين ما عندهم الاستثمارات القوية لتعملها مثل شركة أرامكو من تقصد المنافسين يعني كل الدول المصدرة من داخل الأوبك زين وطبعا نتكلم لأنه أنتم مين البارتنر حقك فنزويلا وروسيا وكويت الكويت يعني الكويت والإمارات يعني قريبين مننا زين قريبين مننا ما هم مثل السعودية لكنهم قريبين تكلم عن نيجيريا تكلم عن أغندا هذا الفريق حقك هذا الأوبك إيران وروسيا إيران وروسيا هذول كلهم فهذول ما يستثمرون لأن أنت تحتاج إلى استثمارات عالية تحتاج إلى استثمارات عالية يعني خلينا نقولك على سبيل المثال إذا خلينا نقول ضعف الطلب على النفط زين تنخافض الأسعار من اللي قادر على الاستدامة هو اللي عنده المزايا التنفسية الأقوى صحيح الآن ما في أقوى من أرامك ده أبدا دائما وأبدا ما في أقوى منها طب شرح بدي أفهمها يعني أنت الآن شلون أنه أرامك وأقوى من البقية أرامك طول عمرها تستثمر أنت عندك الآن جالس تستثمر الآن على اكتشافات تستخدمها بعد عشر سنوات جالس تحط لها ميزانية ثلاث أربعة مليار دولار وجالس تكتشف فيها زين وعندك ثلاث أربعة مليار جالس تكتشف في أعمال أخرى جالس تبني معاملة الآن أنا ما أقدر لو أبني معمل مثلا تكرير زين أو بطور مكمن كبير لازم أشوف السوق هل السوق مستقبلا بيكون جاذب زين فعملية الضبابية تخوف الكثير زين بس بالنسبة لأرامك لا هي جزء من العمل ذلك أرامك دائما تسمى عند كل دول العالم تسمى الشركة الأكثر موثوقية بالعالم معروف الاسم هذا وأنا كتبت فيها مقال هي الأكثر الأكثر موثوقية هي most reliable company بالعالم هي أرامك طيب وزي إيش يعني عطني ودي أعرف أمثلة جالس تصير زي كذا اللي كانت أرامكو قبل عشر سنين تستثمر فيها أو اليوم هي جالس تستثمر فيها يعني عندك مثلا تطوير مثلا مضاعفة الإنتاج من معمل الشيبة كان الإنتاج نصف مليون وأنت لما تطور معمل أساسا ما تجدي معك إلا لما يكون عندك سوق واعد لمدة ثلاثين سنة قدام بعد ما أنتج تقريبا الخمسة عشر سنة واشتغل كويس وجاب مردود وجاب خيرات كثيرة راحوا أرامكو استثمروا فيه مؤخرا يعني في العشر سنوات الأخيرة وضاعفوا الإنتاج منه مضاعفة الإنتاج ما هو بيب تفكه بس لا تدخل في عملية الاستكشاف تدخل في عملية التحليل داخل تحت الأرض هذه الخام هذا تشوفه وكمل كميات وكمل ضغط حقه وكمل فلو حقه تدخل في معادلات كبيرة بعدين تجيب شركات الحفر أكبر شركات الحفر العالمية موجودة هنا تجيب شركات الحفر وتجيب شركات الاكتشاف وتجيب تطور المعمل بالكامل مضاعفة الكباسيتي كاملة في نفس المعمل هذا من أحد الأشياء عمرها أرامكو ما توقفت كل سنة تجيها عشرين 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 تساطاش عشرين تساطاش كل سنة تلقى عندها ثلاثة اثنين أو ثلاثة مشاريع يسموها الهيوج بروغرامز هذه البرامج العملاق لأنني تتكلم على عشر مليار وأكثر لكل مشروع دولار تسرب دولار هذا كله كله استثمارات أنت لو تبني الآن لو تبغى تبني هنا مثلا في السعودية ما اصنع لللابتوب زين تقول والله اللابتوب هذا بينتهي بيستبدل بالجوالات أنا علشان يجدي معي استثماري في اللابتوب لازم أضمن فيه شراء خمستاشر عشرين سنة قدام الدول اللي تتكلم عنها ما هي قادرة على عمل الصيانة الآن غالبية الدول المصدرة للنفط ما عندها حتى حق الصيانة دي اشتاعوا ولا ما اجي اللي خلينا نفرق عنه بلزولة أحسنها أمر خارج حسبة لنا عندها مساكة سياسية اختار أعطيني أي دولة أخرى روسيا روسيا مثلا روسيا من اللي يملك هذا شركات زين شركات إذا خفض سعر النفط أحد أنت عندك أدفانتج هم يكلفهم أحيانا في بعض المناطق يكلف إلى أكثر من 15 دولار إنتاج البرميل أنت عندك هنا إنتاج البرميل أساسا يكلفك يعني خلينا النجوم ثلاثة أربعة دولار أنت تضيف فوقه إلى 6 دولار على أساس أنك تبقي برامج الاستمرارية طب إذا خلق هذاك مثال بيت وأنه هي شركات خاصة وشكل مختلف دول الخليج أحسنها تشبهنا تماما شوف دول الخليج يعني عندك الإمارات والكويت تقريبا هي اللي هي اللي هي اللي ماشي معك بالخط الإمارات والكويت برضو وهي صغيرة إنتاجها ما هو ما هو كبير زي أنت تقدر تطلع إلى 12 أو أكثر من 12 وممكن يعني لو تبقى تطلع إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا الإمارات والكويت مع البرامج الجديدة والخطط المستقبلية يدوب يطلعون إلى أربعة مليون يعني صغيرة مقارنة بعدين أنت الاستثمار ما تقدر يعني ما تقدر المكمن كبير المكمن يكون اللي تحت الأرض اللي هو جبال تكون تحت الأرض يعني زي الغوار مكمن كبير زي خريص في الدولة الثانية ما يكون ما يتكون المكامن كبيرة فصعب أنه يدخل في التطوير لأن قيمة التطوير أو تكلفة التطوير هي كبيرة فلما يكون المكمن صغير غير مجدي بس برضو ترى شوف ترى الإمارات والكويت عندهم خطط عندهم خطط جميلة يعني فأنا قلت لك لما قلت لك أن السعودية ستكون الأقوى لأنها دائما هي الأقوى في النفط طيب بس أنا أحس أن هذه مشكلتنا أنه النفط هو المعضلة واعتمادنا عليه هو المعضلة استثمارنا فيه المستمر هو المعضلة فإذا ما توجهنا إلى ما خارج النفط خصوصا مع كل هالتغيرات في الطاقة البديلة ولا في التقنيات الجديدة ولا في الأشياء اللي ما ندري وش اللي تكتشفها لنا التقنيات وحتى في أنواع الطاقة المختلفة غير عن النفط والغاز طبيعي منتشغال في البرامج الأخرى كلها ولكن النفط بما أنه يعطيك دخل واعد وكويس أكيد بتكمل فيه لأنه مصدر دخل حتى لو كان أكثر من حاجتك بيكون مصدر دخل ولكن المملكة عندها برامج الصناعات وعندها برامج الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح المتجددة عندها برامج أخرى كثيرة بس إلى الآن النهج حقنا ما بدأ يقترب إلى الدول التي تعتمد على صناعات الإلكترونيات صناعة البرمجيات الأشياء هذه اللي هي تتطور بشكل كبير وش اللي معنعنا؟ عدة عوامل بس العامل الأكبر 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 المستثمر يعني أنت الآن وين المستثمر وش اللي يمنع أنك أنت ما تجي تنتج لك تروح عند أبل تقول تعال أنا على الأقل أبغى صنع جوالاتك يعني الأيد العاملة في الصين لا تقارن بالأيد العاملة الأيد العاملة ميزة وحدة تعالنا وياك نروح لأي محل الآن يبيع مكيفات تلقى مكيف صيني مكيف كوري مكيف ياباني كل المكيفات موجودة السيارات كل شيء له زمو زين؟ زين الأيد العاملة هناك غالية الأيد العاملة في صناعة السيارات في أمريكا 30 دولار بالساعة في ألمانيا 60 دولار ما فشلت ألمانيا بالعكس بل تقدمت أكثر وأكثر إيه بس وش يخلي ألماني تجي طب ومن تقصد في المستثمر شانا أرجع نفس السؤال قطاع الخاص قطاع الخاص في السعودية طبعا أنا أرى أن هويته ستتغير هل هو موجود أصلا؟ أنا أتذكر في حلقة سابقة مع عمر الشهابي فكان يتكلم أنه أصلا الخليج القطاع الخاص مشوه لا يوجد قطاع خاص يعني صدق هي شركات عائدية والباقية حكومة شوف القطاع الخاص في السعودية هو مبدع في الأعمال الخدمية بشكل جيد ونحن نحتاج لها جميع الأعمال زين؟ صيانة المطار عقود السيفل اللي هي المشاريع بناء المقاولات تكلم عن جميع الأعمال الخدمية الأعمال الخدمية بطبيعتها تعتمد على العمالة الجنبية حتى الرخيصة الرخيصة التحديد الرخيصة ولذلك دائما تلقى الشكاوي يقولك تشكها من الرسوم ومن الرسوم ليش؟ لأنها تعتمد على العمالة الرخيصة بس في قاعدة أساسية علمية القطاع الخاص ما ينبت من تحت الأرض القطاع الخاص لازم يكون تحته استثمارات كبيرة في الـ R&D في البحوث التطوير زين؟ شوف أمريكا الآن خمسمائة مليار دولار سنويا استثمارات خمسمائة مليار استثمارات فيها؟ في البحوث التطوير بس أحسن أمريكا دائما ننضر لها ترى خمسة ثمانية بالمئة منها القطاع الخاص خمسة عشر بالمئة قطاع حكومة أفهم بس أنه نظام الحكومة يعاز الحكومة ودافعها للشركات والقطاع خاص الذهاب للأبحاث والتطوير هو اللي يخليها تدفع لأنها يأخذونها من الضرائب فالسلوك هذا فهي أم أنك تدفع بريبة لي أو أنك لو روح تتوي أبحاث وتطوير بأخذ تاكس كات عليها يعني يا رجل أنت ضريبة الحين خمسة بالمئة وخمسة عشر بالمئة وبرضو هي اشتكية القطاع الخاص شوف يعني نقطة الانطلاقة أنت ماشي في مركبة فعملية التحول بتكون تدريجية ما تكون عملية التحول وقف وابدأ من جديد ما عندك وقت أنك تأخذ إجازة ثلاثة أربع سنوات وتبدأ من أول وجديد إذا كان في بحوث البحوث تبدأ من الجامعات أساسا زين والبحوث لها قيمة وتباع زين ويشتريها القطاع الخاص ويحولها إلى منتج جامعة جامعة الملك عبدالله المتقنية كاوست تبيع بعض منتجات تبيعها في الخارج زين أنا استغربت لما سألتهم كانوا جايبين فلتر للزجاج زجاج حق العماير هذا يقولوا نبيعه في الخارج علشان يشتروا الابتكار هذا ويحوله إلى منتجات ويبدون يبيعونها حنا ما عندنا هذه الثقافة موجودة حتى جامعة كانت وحدة من الأبحاث استخدم في الآيباد بعد المستنوات أفضل المنتجات استخدمت أساسا حتى في السباقات رأي لي أعتقد بس أحس أن البحوث هي مشكلة القطاع الخاص هي أساسية البحوث أساسية أفهم بس هل هذه مشكلة هل هذا هو جذر المشكلة في القطاع خاص في السعودية وفي المطقة الخليج شوف أنت عشان تنافس القطاع الخاص إما أنك تربح من الأيدي العاملة الأيدي العاملة بتكون مرتفعة وإلا تربح من المصنع نفسه المصنع كله أنت تشتريه من برا زين وإلا أنك تربح من الـ R&D لازم تربح من واحد من الثلاثة الحين شوف مثلا البزنس مادل حق بوينغ تخسر في التصنيع ولكنهم يربحون في الـ R&D البرضة تويوتا كل الشركات هذه تربح من وين تربح ترى أنت الآن لو تجي تأخذ الميزانية حق تويوتا ميزانية كاملة وتقسمها على عدد السيارات اللي بيعونها سنويا 10 مليون ترى ربحهم يعادل 7000 ريال بالسيارة اللي هو البزنس حقهم الرئيسي هو السيارات فالربح حقهم الرئيسي يأتي 7000 ريال من السيارة معناته أنهم أساسا في التصنيع نفسه خسرانين ليش؟ لأنه مثلا لو صلنا على الكاميري مثلا أول مليون مليونين ثلاثة مليون يدوب تغطي تكاليف الـ R&D بعدها يبيع مثلا السيارة خلينا نقول باعها بـ 50 ألف الكاميري الخمسين ألف اللي باع فيها خلي قول 80% راح إلى تكلفة تغطية تكلفة الانتاج بس تغطية تكلفة الانتاج ربحهم الـ 20% الثانية اللي هي من الـ R&D بعد ما دفعوا أول مبيعات خمسة مليون سيارة بعد ما غطوها هذا البزنس مودل اللي ماشينا عليه لأنه ترى صناعة السيارات من أصعب الصناعات يعني شركات كلها مهما ربحت تواجه تحديات كبيرة مثلا تسلا الأبحاث التطوير حقتها وبراءات الاختراع حقتها فهات حينها متاحة للجميع متنازلين فربحهم جاي من السيارات مباشرة من وين يربح من السيارة هل هو يربح من الأيد العاملة بس اليوم تسلا تساوي أربع شركات تسنى سيارات من مجتمع أي بس تسلا قيمتها مستقبلية ما هي قيمتها اليوم يعني أنت لو تشتري سهم تسلا اليوم ما يجيك أرباح تسنجل خسائر أنت روح استثمر حط لك مليون ريال هناك تأكد لك عشرين سنة ما جاك أرباح وين ربحك بيكون إذا قفز السهم تروح تبيعها بس الأرباح اللي توزع سنويا ما فيه فالقيمة السوقية تختلف عنها القيمة الحقيقية طب إذا أخذنا الحين عندنا كذا القطع الخاص في الخليج وش الحل عشان يصير عندنا قطع خاص جيد هل هي لعنة النفط ولا مشكلة عقول ولا مشكلة استثمار لا لا هي شوف أنا النفط أنا دائما والله أكتب حتى في المقالات النفط ما هو لعنة النفط نعمة من رب العالمين إيه بس أنت تقصد بس المقصود فيه شوف النفط أنك اعتمادك على النفط اعتمادك على النفط يجب إيه كلهم يعتمدون حتى على الله شوف شايف أنت القطاع الخاص اللي موجود اليوم اللي هو خلينا نقول ما هو دايناميك للقوة اللي نحتاجها ترى هو اللي بنى البلد الآن هو اللي بنى العماير هو اللي بنى الطرق هذه هو اللي بنى كل شيء هو اللي بناه البنوك شايف البنوك نحن ما نحب البنوك صح؟ زين؟ يعني الرأي العام ما يحبون البنوك بس البنوك هو اللي مول كل شي كل شي هو اللي موله بس أنت ملاحظين مثلا لجينا ناخذ مثلا أي شركة اليوم شركات تطوير عقاري من تعيش بس ليش المفيد يعني الحكومة اللي تشغلهم القطاع الخاص الحكومة اللي تشغل صاهرة ايه شوف ترى حنا فهي هذه هذه المعادلة اللي نحسنا نشكل فيها حنا نعيش تضخم غير محسوس وره رسمي تضخم مثلا عندك من العوام السابقة يعني في العقد هذا نستثمر كثير على المشاريع من إرادات النفط أنت ما رتفعت قيمة الريال ولكن قوة الاستثمارات سوت عندك ارتفاع في الأسعار أنعش الأسواق فانتعشت الأسواق يعني القطاع العقاري ترى القطاع العقاري ما هو يعني حرفة وشطارة وكذا كثرت طلب من عام 2011 إلى الآن كثرت طلب كثير وكلها من جهة واحد الحكومة أي طبعا يعني مثلا ما توقفت الحكومة على الصرف لا لا شوف برامج الحكومة إذا تقرأها جيدا هي تدعمك الآن إلى أن تبدأ تحلق لما تبدأ الكروز تبدأ الحكومة تبدأ يعني لن تكون الأب الرعوي دائما للقطاع الخاص هذا الشكل الأمثل أي الشكل الأمثل بطبيعة الحال بطبيعة الحال هنا خلينا نخمن أنه كذا زين فالوالدك في البيت ما رح يبدأ يدعمك ويقولك لا تدرس أنا أدعمك وخليك دائما في التجارة وفي كذا لا بيقولك ادرس وتعلموا ابني وأنا معك هذه البرامج الحكومية الآن ومنعكسة الآن على الأرقام كيف يعني أنت لو تشوف مثلا منشآت صغيرة متوسطة أنت عندك منشآت صغيرة متوسطة تسروح للبنك تقول أو أي شركة تمويل تقول أنا أبغى تمويل والله أنا عندي شركة جديدة واللي عمرها سنة سنتين فيقول لك والله سوري ما نقدر نضمن أنه ترجع لنا الفلوس يعني الجدوى عندك ما هي ما هي واضحة ولا هي قوية حتى التقافة عندنا ما نقدر نقرأ من الجدوى مدى نجاح نحن نلعب على المضمون ما أعطيك فلوسي إلا أنا أضمنك فبالتالي أوجدت تحت يعني مضلة الدولة برنامج كفالة هذا تبع منشآت برنامج كفالة في الخمسة عشر سنة الماضية أعطى ثمنتعشر مليار ثمنتعشر مليار أعطاها للممولين يكفل منشآت صغيرة متوسطة الثمنتعشر مليار كفلت كم ثلاثين مليار يعني المنشآت أخذت ثلاثين مليار من ثمنتعشر مليار ضمانات قدمتها كفالة قدمتها الحكومة يعني تقريبا إلى الشركات هذا في خمسة عشر سنة زين أربعين بالمئة منه بآخر سنتين بدأت الحركة بقوة آخر سنتين ثمنتعشر و تسانتعشر بدأت تتحرك هذه الإخصاءات موجودة على موقع كفالة زين موجودة بدأت الأعمال بدأت منشآت وبدأت تعاون وبدأت البرامج هل في دراسة تقول أو أرقام تقول وين المنشآت الصغيرة متوسطة للجديدة في أي قطاع جاسة تنمو والله يشوف يعني هو في قطاع تنمو في قطاع ولكن الوظائف اللي فيها ما هي بالوظائف اللي نطمح فيها يعني عندك مثلا قطاع الفود والش اسمه الكافي والفود والمطا بشكل كبير حتى تشوف من تقارير ماسط النقد تشوف المصاريف زادت يعني المبيعات المبيعية المبيعات ارتفعت يعني في خلال ثلاث سنوات ارتفعت ثلاثة أطعام طلعت من تسعة إلى ثلاثين مليار زين يعني هذا مبلغ كبير صحيح أنه الكثير بدأت يعتمد على الأتمة بس هلنا ترى بنفس الوقت جاسين نرفع ولكن بنفس الوقت جاسين نسحب إلى تحت اللي هو ضريبة عملية التنظيف من التستر زين يعني ندعم ونطلع إلى فوق ولكن كثير من الشركات كانت معتمدة على التستر حتى بعضهم ما يدر أنه متستر هو يأخذ من الدخل وما يدر أنه متستر مسكين يعني أخذ على سبيل المثال صاحب البقالة يروح يتعب ويجيب مثلا هالحليب السعودية يركنه ويجي يسيبع منه يجلس شهر يدوب من مشهر خمس كراتين ولكن تلقى الأمالة هم يجيبون حليب السعودية يحطه ويبيعوه ويأخذوه وحقكم مكانه أعرفت كيف فالتستر أحيانا ما هو دائما أنه والله خلاص أنا أجيب عمال أقول أعده هنا ونعطيهم لا أحيانا العمال يغشون الشخص نفسه وهو موجود ويشوف هالعلب موجود وما يدر إنها كيف الحليب والله ما كويس ما زال عندنا استقل ولكن في الحقيقة هو جالس يدور وهي حقتهم هالي بسرعة هذه مشكلة إذا أنت ما تشغل تشغل عملك لا تشتغل هذا كثير من الموجود فيروح أغلبه إلى المأكلات ومشروبات هذه الارتباع المأكلات ومشروبات أكثر الأكثر الأشياء التي تولد وظائف طعيفة إذا ما فيها وظائف بالضرورة جيدة إنه يمكن شيء ما أغلبها وتكون عمالة جنوبية أنا بقول لك مقياس جديد أنا يعني خلينا أقول لك جيد فيه طلعت انظر إلى عدد المحاسبين في المملكة لأنه في كل شركة فيها محاسبين كل سواء مطعم ولا مصنع طائرات كل شركة فيها محاسبة انظر إلى عدد المحاسبين وشوف وين يشتغلون المحاسبين عندك كم منهم يعمل في الأشياء الكبيرة تمويل صناعة المنتجات المالية قليل جدا روح لهم إلى الهيئة السعودية أعتقد اسمها هيئة المحاسبين هيئة السعودية المحاسبين وشوف مسجل عندهم تقريبا أقل من 400 ألف محاسب غالبية العظمى غير سعوديين وشوف السجلات التجارية ومكان العمل تجد أنه مكان العمل غالبية والعظمى هي أشياء لا تتعلق بالأعمال اللي تتنعكس على الاستدامة متنعكس على الاستدامة ما في استدامة أريد أنك تشرحها كثير يعني أنا أقول لك الآن مثلا أنه أنت ابنك تخرج محاسبة ولا مالية تخصصات هذه فعنده طموح أنه يعمل في شركات عملاقة برايس ووترهاوس كوبر يعني مثلها مثل إيرنستان يونغ مثل هو في الأخير بتلقاه يعني يشتغل مثلا في أعمال محاسبية تتبع لشركات صغيرة أو شركات تعتبد على يعني ممكن تتحول إلى عملية أتمتة ممكن تتحول إلى عملية تجارة إلكترونية مثل بندة وما بندة وكذا فأساسا هو نفسه ما يكون عنده الحماس والفكر الابتكاري إذا كان يعمل في محاسبة في شركات يعني استهلاكية بينما لو يكون يعمل في أعمال متقدمة المنتج حق الشركة نفسها متقدم بشكل كبير خلاق للفرص الوظيفية الفرص الوظيفية المنتجة تجد الوظائف بسهولة تجد يعني بشكل كبير يتغير الوظائع وليه ما يشتغل هناك برضو ترجع إلى الاستثمار الرئيسي اللي انت عملته في القطاع الخاص القطاع الخاص الآن لا يستثمر في الأعمال القوية الحقيقية يبقى يعني خذ على سبيل المثال اللابتوب كم شخص يعمل على صناعة هذا اللابتوب من فكرته إلى ابتكاره إلى تصاميمه إلى هندسته إلى تجميعه إلى تشغيله إلى كل هالوظائف هذه حنا فقط يجينا جاهز بلاستيك مغلف كرتونه في الميناء حنا نعمل على بيعة بس مثله مثل السيارة مثل المكيف يعني المكيف عندني شوي مثل بقية الأجهزة والمعدات نحن نعمل على وظائف البيع فقط لا نعمل على وظائف الصناعية مو هذا سلوك في أغلب دول العالم يعني تلقى مثلا إذا أخذنا لابتوب تلقى مثلا أن يصنع إذا دل ولا أبل أو غيره يصمم والهندسة ومدر إشلون في أمريكا الكاراتين مثلا في دولة ثانية والتجميع يتم في الصين يعني أغلب دول العالم ما تشارك فيه يعتمد على البزنس موضل حقك الآن أبل تصنع في الصين من وين تأخذ أرباحها هي أكثر أرباح تقريبا من وين تأخذ أرباحها تأخذ أرباحها من الار ان دي حقها إيه والله هي التصنيع كله في الصين وممكن ترى ممكن هي مثلا تدفع على الجوال هذا اللي نشتري حنا بخمسة ألاف ترى ممكن الصين مثلا نتصنعه بألفين وممكن أبل تدفع 2500 بخسارة يعني يطلع لها ولكن ربحها بالار ان دي ويعتمد على الهوية هوية البلد نفسها هوية البلد يعني بلد قد تكون مثلا تستورد الأجهزة هذه ولكن عندها صناعة أخرى عندها أما صناعة السياحة عندها صناعة يعني منتجة لها بس عندها هنا حن حظنا أنه احنا اعتماعاتنا وصناعتنا النفط النفط بطبيعة حالته غير خلاق للفرص الوظيفية غير خلاق للفرص الوظيفية هال البرمية هال البئر هذا يطلع لك هال انتاج بمعدة وينقلوا ببيب واحد يروح إلى معمل هال معمل تبنيه 30-40 سنة قائم 600-700 شخص يشغلونه يسوونه صيانة زين وفيه شركات مساندة ولكن معروفة في دول العالم كلها إلا لما تنتقل إلى صناعة التحويلية زين ولكن هن قوتنا كبلد قوة البلد من الصناعة المفطية الخام هذا اللي يعطيك الموثوقية الأكبر شوف أكبر شركات العالم يجون يبون يشترون منك ليش لأنه انت تبيع الخام في غيرك يبيع مكرر ينتجو يطيط تبني من بيع الخام والمكرر نبيع مكرر بس المكرر برضه ما يولد يعني أخذ أي معمل تكرير 2000 موظف 2000 موظف يتوظفونه اليوم أقول لك 30 سنة ما تقعد 2000 موظف على فكرة يعني في السعودية في اليوم الواحد المواليد 1500 في اليوم الواحد هذا هذا مواليد يوم واحد ويجلسون لك أدخل 30 سنة ما تقعد على تكرير نفسي سابك نفس طريقة سابك 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 كانت يعني صناعات أساسية وبدأت تتحول إلى المتوسط انترميديا والآن في محاولات إلى التحوينية في الأساسية هم نفس الموظفين اللي توظفوا في عام 1980 81 82 ما تقعد إلا مؤخرا في عملية توليد الوظائف السريع ما هو موجود والنمو يكون برضو محدود سكيليبليتي النمو شوف سابك قصة قصة كبيرة سابك سابك تنتج تقريبا 10% من حاجة العالم للبتروكيموية اللي هي بلاستيك ومطاط فتقدر تقول 10% من البلاستيك اللي في العالم كله طالع من سابك زين بس لأنك انت تبيعه خام أو قريب من الخام في من يشتريه لكن لو تبدأ تكرر يبدأ تصير ميزة للمنافسين اللي عندك بدون يشترون منهم يعني مثلا الصين والهند ما تبغى تشتري منك منتج نهاي ولا تقدر انت تصنع منتج نهاي يعني علبة البلاستيك حق الموية والبلاستيك حق علبة الشام انت ما تقدر تصنعها هذه تصنع في المكان اللي بتبع فيه فانت تبيعها خام أو شبه خام زين فانت عندك محدودية في التوسع ما تقدر تتوسع بشكل كبير ولكن لو جيت انت مثلا فتحت مصنع سيارات زين صار عندك طلب البلاستيك أكثر زين هي ليست فقط الصناعة صار عندك طلب البلاستيك أكثر فبالتالي المصنع هذا ما رح يشتري بلاستيك من دول أخرى بيروح إلى المكان الأقرب لأنه هو بيأخذها وبيعمل الكراسي والكراسي الأشياء هذه بيعملها في نفس المنطقة طيب ودي أعلق على مقالة مقالة تنويع مصادر الدخل والحلقة المفقودة فتقول أن مبيعات الزراعة للداخل وعوائد السياحة من السواحة الداخل لا تعتبر تنويعا لمصادر الدخل لأن المشتري يحصل على راتبه من داخل النفط أوكي أنا ما أتذكر والله وش اللي أنا كنت أقوله هنا وأقصده هنا ولكن المقالة يمكن قديمة بعد بسنين يا حسن السياحة الداخلية لا يعني السياحة مهم يعني على الأقل فلوس هنا ما تطلق بس السياحة الآن تختلف عن السياحة في السابق وش الفرق؟ الفرق الأموال الأموال كانت مثلا تأخذها هنا المعلم يا خضرات بروحوا يصرفوا على السياحة زين؟ فأنت علشان تبنيه بنيه تحتية بتكون مكلفة ولكن الآن الاستهداف أيضا من السياحة الخارجية أنه يجون هنا فتغيرت المعادلة أوكي تشوف اليوم أنه نقدر التنوع يعني حنا في السياحة وين كنا نستهدف؟ كنا نستهدف شوية في الآثار كنا نستهدف المحلات السياحية على الشواطئ البحار وكنا نستهدف الطقس والأجواء اللي فيها المنطقة الجنوبية الآن لا الآن تكاملية أصبحت تكاملية على ستاندرد عالمي يعني اللي بيكون موجود في مشاريع البحر الأحمر زين؟ مشاريع البحر الأحمر ومشاريع نيوم هذه بتكون على المستويات العالمية يعني السائح بيكون عند الخيارين أروح هنا ولا أروح هنا ما هو زي السائح اللي يقول أروح هنا ولا أروح هنا لا الآن كلهم نفس المستوى زين؟ فتغيرت المعادلة في الخمس سنوات الأخيرة بعد الرؤية تغيرت المعادلة بالكامل طيب من الأشياء اللي تكلمت عنها هي الخصخصة واللي تهدف لها الرؤية كنت تقول أنه أنه هذا تشيد به كمحرك للاقتصاد القطاع الخاص لكن أنك تحذر من أنه أول الضحايا في الخصخصة هو متوسط رواتب الموظفين والذي سينخفض إلى أكثر من النصف ومن ثم الجودة والكفاءة هل هذا اللي يجيز تصير اليوم؟ البقال هذا على النمط السابق مفهوم الخصخصة هو الإسناد الخارجي أو التعهد الخارجي تعال شغل لي هالمنشأة تعال شغل لي هالمطار تعال شغل لي الأشياء هذه كانت بستاندرد يعني مختلفة الآن لا الآن تدخل المطار كأنك داخل مول طيب وش اللي كان أول؟ خلنا نفهم أول وش اللي كان الشكل أول؟ وش الشكل الآن؟ ما كان في شكل أول يعني كان عندنا تجربتين أو ثلاثة في السابق زين؟ وكانت تجربة يعني أساسا ناجحة قبل ما تبداها مثل الاتصالات زين؟ ولكن لو جيت أنت وعملت خاص خصائل المستشفى على طول يصير عندك درب في الراتب زين؟ خلاص الشركة هذه بتأخذ العقد حقك وبتعطيك راتب وما راح يكون مثل الأمانة للوظيف الحكومي الآن لا لو تجي إلى المفاهيم الخصخصة أنها تكون بمعايير أقوى من أنها في الوظيف الحكومية الآن المفهوم الحقيقي للخصخصة اللي راح يصير أنه تخصخص لكي تفتح مجال التطوير أكثر يعني مستشفى التخصصي هذا بيكون إذا خصص يعني إذا تحول إلى شركات بيكون اعتماد لهم أيضا على بي البحوث والتطوير وعلى تحويل البحوث والتطوير إلى آليات وإلى أعمال أساسية تدخل جزء من المنظومة إيه يعني أحس أن اليوم مصنع جاسي يختلف حتى يعني أغلب الشركات يعني إذا هنا يعني أحس في ذا المقالة يعني كده ونقرأ أن الراتب تنخفض حسن أن حين عندنا مشكلة هي الرواتب المرتفعة يوم الرواتب يعني في السكف رواتب إيش اللي في السكف رواتب الشركات أو الجهات الخصخصة واليوم الشركات شبه الحكومية أو حتى الشركات الرواتب عالي جدا شوف مفهوم الخصخصة أنه أنت هي لم تنخفض إلى أكثر تفعة أنا بشتفاع أنا بشتغل عندك زي المفهوم الخصخصة الحقيقي أنت ما عندك مانع تضاع أفرات بأشرة مرات لو أدخل عليك المكتب أنا أبغاك تضاعف راتب عشرة مرات تقول لي أنت مقابل إيش إذا أقنعتك تضاعف عشرة مرات لأن هذه هي الخصخصة ما فيه سلم رواتب وأعمال لا الآن فيه في القطاع الخاص مثلا معروف عندنا في القطاع الخاص سلم الرواتب في مدارس خاصة مفهوم المدارس الخاصة رواتب متدنية ولكن في مدارس خاصة تعطي رواتب أكثر من 25 ألف ومحدودة جدا أنه وظائف محدودة ولكن لأن المدرسة هذه جاسة بيع جودة جاسة بيع منتج نهائي حقيقي يدخل الطالب يتسفيها من أول الابتداء إلى ثانوي يتخرج من الثانوي كانوا متخرج من الجامعة فكر و لغة و مهارات وكل شي معروفة معروفة العدادة هي طب بس كم نسبة هذه للمدارس الأهلية العادية اللي رواتبهم قليلة جدا فقليلة قليلة جدا وش أحسني بقدر أسحبه على كل القطاع الخاص وش اللي يخلي الأشياء ذات الجودة العالية واللي توظف عليها سعودين برواتب عالية قليلة جدا والعكس هو السائد هذا البداية حوارنا هي الثقافة ثقافة القطاع الخاص القطاع الخاص كثير منه يرى أن المدرسة عنده فلوس يبقى يستثمرها استأجر بيت وحط فيه فصول وجاب مدرسين وجاب استوفى حد الأدنى للسعودة وبدأ يضغط على المصاريف ويتابع التحصيل ويدفعوا ويدفعوا الرسول هذا هو الهدف الناس اللي يدرسون أولادهم هناك يدرس أولادهم هناك علشان يأخذ يعني مرونة أكثر في الغيابات عدد طلبة أقل ما في زحمة عند المقصف ما في عملية يعني الأشياء اللي موجودة في المدارس الخاص يبغى يعتقد أنها أفضل زين ولكن في الحقيقة هي مدرسة التعليم في المدرسة الحكومية أفضل منها هذا غالبية وكيف نعرف الأشياء هذه تنعكس على اختبارات القدرات تنعكس في اختبارات القدرات بس المدارس اللي نتكلم عنها أنا ما ودي أذكر أساميها هذه المدارس عندنا مثلا في الرياض في الدمام في جدة ومناطق أخرى هذه المدارس تخرج لك الطالب الثنوي جاهز للعمل يعني يعني مثلا طلبة مثلا مدارس عندنا الظهران ليست مدارس الظهران في مدينة الظهران بما فيها الظهران الظهران من أفضل المدارس هذه المدارس تخرج الطالبة ما يروحون لجامعة البترول يروحون لأمريكا ليش لأنه يقول لك أنا عندي قدرة أني أجتاز السنة التحضيرية ليش تجبرني على الجلوس في السنة التحضيرية فأنا بروح بره مش حبا لبره ولكن علشان الأربع سنوات استطيع أن أختصرها بثلاث سنوات ونصف فليش أنا أجلس أدرس سنة تحضيرية أدخل أدرس الأشياء الأساسية في اللغة وهنا جالس أدرسها طول عمري يجتازون اختبارات مدريش أسامي الاختبارات الآن بس أنا الأيام زمان كان المقياس الطوفل يجتازون اختبار الطوفل في ثاني ثانوي أول ثانوي هذه نقطة حسن هذه مشكلتنا في القطاع الخاص السعودي هي أنه أغلب أغلب الشركات يعني لا تكاد تذكر إلا يمكن شركتين ثلاثة هي اللي تقدر تصدر برا يعني كذا الشركات الباقية ضعيفة جودة هزيلة يعني كذا اللي قطع خاص يعني عب على على الدولة وعلى البشرية وعلى الكوكب هي الثقافة خلينا نتحدث بس ثقافة من إذن تشوف ثقافة التاجر وثقافة المستحلك أنا الآن مستحلك زين أبجي يا أخي وأعرض لكم بضاعتي على مثلا سناب ولا تويتر أبي تدعمونها ما حد يدعمها زين صح أو لا طب التاجر الآن التاجر تجي للكبار التجار تلقاه يجيب منتج جاهز مثل ما أبغى أقول أساميه مثل المحلات الكبيرة التي تبيع الأثاث هذه ليش هو يغلب نفسه ويسويره براند ويصنع ويجيب من الصين يجيب من كل دول العالم لا أروح أسوي فرنشايز مع الشركات الكبيرة وأبدأ أبدأ من عندي أنا عرفت شلون؟ أبدأ يصير يصير دوري هو البيع فقط وليس الإضافة القيمة المضافة طب كيف تشوف دور منشآت في حل هذه المسألة؟ هل سلهم دوري يذكر؟ منشآت يعني منشآت الصغيرة متوسطة يعني ما تتكلم عن الشركات الكبيرة يعني شركات كبيرة والعملاقة يعني هم كلهم خمسة ستة وأغلبها داونا كثير الكبيرة والعملاقة ما هي أكثر من خمسة ستة ولكن يعني أغلبها مملوك البخامة الكبيرة في الشركات المتوسطة يعني تشكل صغيرة متوسطة أنهم يشكلون نسبة خمسة ستة ستة مليون من الشركات بالأعداد يعني؟ يعني تجي تحت منشآت كأعداد لسجلات تجارية لا هم الصغيرة متوسطة أكثر من خمسة ستسعين بالمئة كم يشكلون من الدخل قومي؟ والله ما ما أعرف بالضبط ما أنا مستدفات الرؤية بني أذكر أن مستدفات الرؤية أنا من أهم المعايير اللي هو هو معيار مهم في الكنتروبيوشن داخل الناتج المحلي الإجمالي أنا سبحان الله ما حبيت المعيار هذا ولا أدخل فيه والله ما أركز عليه ليه؟ يا أخي أرى أنه ما له قيمة يعني ما له قيمة ملموسة بس مثلا هم مثلا زي مثلا مثلا النقل قطع النقل يهم وكم الكنتروبيوشن حقه في الجي دي بي بس أنا كمهتم في القطاع التنموي ما رأى ما أرى أنه له قيمة مثلا في العنكاس على الوظائف ولا العنكاس على كذا هم يرونه كمقياس لهم مهم أنا أقول لكم فعلا هم على حق هذا مهم بس أنا ما أهتم له عشان كذا ما أحفظه ومش اللي يهمك فيه عشان تشوف أنه يؤدي أهداء جيد والله شوف الاستثمار أكثر شيء الاستثمار زين والنوعية نوعية الوظائف اللي تنعكس على الوظائف نفسها شوف كل الحوسة اللي حنا نحوسها في الوظائف هذه كلها من أولها لآخرها سببها الرئيسي هو اختيار النشاط أنا أبجي بفتح لي منشأة اختيار النشاط دائما يكون اختيار نشاط الأنشطة البسيطة اللي ما فيها مجالات الابتكارات ولا فيها رواتب عالية ولا فيها كذا هذا اللي يخلي اللخ وط الحوسة الكبيرة اللي تشوفها في الوظائف والبطالة والرواتب الضعيفة طيب وش تشوف أنت اليوم كيف تقرأ شكل البطالة اليوم البطالة وصلت إلى خمسة عشر فرمية خمسة عشر هذا بس علشان الكورونا هي 11.8 وصلت إلى الأخير لا تزال عالي حتى 11 شوف بس شوف هي هي لا تزال عاليها ولكن خلينا نكون وقعيين زين لما نتقارنها في المعايير الأخرى حتى يسألوني أنا أقول على أي معيار تبغى نقارنها يسألوني أحيانا ترى البطالة عندنا هي بطالة السعوديين فقط زين ليش هي بطالة بطالة السعوديين أنت عندك يعني تقريبا خمسة مليون سعودي يشتقلون في القطاع العام والخاص تعال إلى أو أقل يعني أربعة مليون وأكثر من النصف تعال إلى القطاع إلى الأجانب تجد أن العدد ستة 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 مليون ونصف اللي يعملون الآن في القطاع الخاص والقطاع الحكومي تقريبا يعني أقل من سبعة مليون على المعايير الرئيسية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المراجع الرئيسية طرح أنه ينظر للبطالة السعودي والأجنب السكان ما ينظر للبطالة الوحدة حق السعوديين إيه طب كم نسبة البطالة السعوديين السعوديين الآن 11.8 قبل الكورونا بعد الكورونا الآن ناس واجد يقولون ياخي شوف حتى أمريكا رجعت أنت ما رجعت أنا لسه ما رجعت لأني أنا ما أحدث لكل ثلاثة شفور أمريكا تحدث كل أسبوع بس شو أنت شايف كل الناس رجعوا لأعمالهم بس في مقاهلة أو تقرير في الاندبندنت العربية وعلى أنه التوقعات أنه في الربع الثالث بتزيد نسبة البطالة في السعودية أي اندبندنت توقع العربية اندبندنت عربية والله أنا ما قرأتهم ما شفت عندهم هذا التقرير ولكن ما أدري يعني ما أدري كيف ما أقدر أتصور كيف أن البطالة ممكن تزود عن الربع الأول أوكي طب شوف في عبد الحميد العمري يقول بالنسبة لهيكلة البطالة لدينا لا زالت مشكلة عدم إيجاد الوظائف الملائمة لأصحاب الشهادات الجامعية فأكثر أحد أكبر التحديات التنموية لدينا وقد ارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادة الجامعية بنهاية الربع الثاني من 2020 إلى 21.3% وارتفع معدل أعلى يعني وهذا إلى معدل أعلى لدى فئة الشباب من 20 إلى 24 سنة إلى 35% إذا بتنظر لها بتفاصيل في لها تفاصيل كثيرة ارجع إلى النقاط الرئيسية التي تكلمنا عنها في بداية حديثنا نوعية الأعمال التي نعملها هنا لا تحتاج الأعمال يعني التي تحتضن الجامعيين تشتغل اليوم هنا تروح بكرة هناك وانت شغال هنا الآن شاب صغير راتبك 30 و40 ألف وجات لك فرصة محل ثاني بـ 50 ألف تطلع من هنا اللي هنا يكون سوق حيوي كبير حين الآن ما تجد الأشياء هذه لأن الأعمال عندنا لا زالت قطاع الخاص لا زال يستثمر في الأعمال الخدمية خدمية الأعمال الخدمية خدمية لأنه في أعمال خدمية برمجية مثلا ممتازة ولكن أنا كوني أكون ريسلر يعني إعادة بيع فقط زين يبيعون علي مثلا من برة وأجي أنا هنا أشتريها وأعيد المنتج بيعه سواء كانت قرطاسية سواء كانت منتج في الباند مهما كانها أنت ما زلت في في المكان هذا ولكن في شيء ثاني وزارة الموارد البشرية تعمل عليه ماذا؟ الأعمال المرحلة للخارج أعمال المرحلة للخارج في ناس يأخذون عقود أعمال وأعمال ممتازة وتتمنى أنه أخوك وأبني يعملون فيها هم يروحون يرحلونها لبرة تتسوى برة تجي جاهزة يروحون يقدمونها كمنتج زيش تقصد يعني مثلا في البرمج مثلا أنا لو عطيتني مثلا أنا الآن تطبيق أشأ أخذ منك تطبيق أنا عندي شركة برمجية بعشرين مليون ريال زين؟ أخذ التطبيق رح أصلحه في أوروبا في الهند ولا في السنغافورة ولا في الهند ولا في أي مكان الهند تجربة مش كويسة اللي ما عنده استمرارية وقوة غالبية في أوروبا ولا في صنافورة حتى مصر يعني مصر والهند إذا ما عندك استمرارية بالعربي تلقاه فاتح مكتب هناك زين؟ فاتح مكتب ويقع البرامج الصغيرة بس البرامج العملاقة تحتاج إلى ستاندرد قوي فيجيك هالبرنامج هذا صلحوه جابوه بالتكلفة العالية بعشر مليون خمسة عشر مليون وأنت ما أخذ بعشرين مليون مثلا هذه الوظائف القوية هي مصدرة للخارج فأنت عندك ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء رئيسية الاستيراد خمسمية مليار استيراد استيراد السيارات كل الاستيراد السلع الملموسة الخدمات الغير ملموسة مرحلة لبرة تتكلم على رقم كبير مئة وعشرين مليار تقريبا ريال؟ ريال زين؟ العمالة الوافدة هذا 2016 2018 أعتقد أنا حسبتها مرة بس ترى حسبتها صعبة يعني اجتهاد مني ما كان ما هي دقيقة استقديرية بس جمعت المعلومات وطلعت وكتبتها في مقال وفي عندك الشيء الثالث اللي هي الرواتب اللي تدفع للعمالة الموجودة وهذا حق من حقوقهم يرحلوها لبرة تقريبا مئة وعشرين مليار عندك مئة وعشرين مليار مئة وعشرين مليار خمسمية مليار شايف هنم مركزين على العمالة الأجنبية بس مركزين على العمالة الأجنبية العمالة الأجنبية هي أولا هي مئة وعشرين مليار زين؟ الموازي لها مئة وعشرين مليار العمال عمال اللي ترحل الخارج هذه اللي المركز عليها في توطينها في توطينها هنا يعني هذا اللي تعمل عليها الآن هي المحتوى المحلي و المست Chronites الحكومية وزارة المولادة البشرية عندهم برنامج كبير عليها بس أتوقع أن المشكلة الكبر يعني الشقة الكبر من الرقعة زي ما يقولون إذا جينا نأخذ هذه النقطة قبل ما تكمل أنا كتاجر أريح لي وديها بره أنا كتاجر أريح لي بره بره وديها أبتصور أنه تدري أنت تاجر وأريح لي كنت تحطها بالسعودية ودك تحطها بالسعودية أنت ما تقدر ليش؟ أنا أستغرب من كلامك بس ليش؟ ما فيه ما فيه كفاءات يعني كم كمية عدد المبرمجين الموجودين في السعودية قليل أجيب من بره ومن الداخل فهذه هي الماضلة الأساسية هي نقص الكفاءات أنا أعطي أنا أقدر أبني أنا كتاجر أقدر أبني أقدر أبني يعني شركة برمجية كبيرة وأطعمها من الخارج أجيب ناس كفاءات عالية وأطعمها وأبني بس وين المشاريع اللي بأخذها اللي بتعطيني الاستمرارية أنا بعدين أبرح أنافس معك أنت وأنت تروح تجيبها من الخارج فما أقدر أنافس معك بس يعني حتى لو أنت مثلا شركة جاهز جاهز تطور داخليا أبتصور أنه هذه الماضلة الأساسية في السوق هي نقص الكفاءات شوف نقص الكفاءات ترى الكثير يعتقد أنه أنه إحنا عندنا أعداد كبيرة وكذا لا إحنا نستطيع أن نستوعب كل السعوديين وبحاجة إلى برضو غير سعوديين في أعمال كثيرة صحيح ولكن أنه أنت ترى صعب عملية التحويل ليست سهلة بكل القطاعات أنا في مثل دائما أضرب عليه وأقول شبهه بالأشياء الثانية وإن كانت ليست بنفس الدقة أنت مستشفى اللي عند بيتك فيه تقريبا مائتين ممرضة وممرضة غير سعوديين خبرة كل واحد منهم عشر سنوات فجيت شلت الخبرة يعني أنت عندك خبرة كم؟ ألفين سنة ألفين سنة موجودة تمريض في هذا المستشفى شلت خبرة هالألفين سنة واستبدلتهم بتوطين بدون برامج توطين عادي خريجين جدد وحطيتهم تفقد خبرة الألفين سنة ولكن إذا كان عندك البرامج بالتدريج والتأهيل والعمل على إدخالهم يكون بالنسبة لك سهل لهذا يحتاج إلى وقت بتقول وقت من زمان صراحة نحن بجدية ما عملنا يعني إلا مؤخرا وهذا يتأخذ وقت طبعا طيب من الأشياء اللي تأخذ وقت ومزعجة لكل المواطنين هي مسألة الإسكان حسنها واحدة من المعضلات واحدة من الأشياء اللي تهم كل مواطن اللي بغير يسكن ودي تعطينيك كده قراءة للمشهد وش سير كده في الإسكان خلال السنوات الماضية شوف أنا أبقول لك على يعني كل جواب أعطيك هي بيكون جواب تفاؤلي مدحم في النفط ومدحم في الأعمال ومدحم في التوظيف أبعطيك برضه بالإسكان أبعطيك الجانب الجيد الجانب الحلو لأن الإسكان وضع ليدعم برنامج الإسكان وضع ليدعم ولكن ثقة تامة أنه كل من قرأت لهم ينقصهم الصورة كاملة الناس ما تنتظر أنا جربت قلت يمكنني العيب في الإسكان ما هم قاعدين فقمت أكتب أنا كوني كنت في المجلس الاستشاري للوزارة الإسكان فجلست أكتب أكتب وأكتب وأكتب ما يخلوه الناس أول شيء الناس ما تخليك ترد على طول تضرب في الكلام ليش؟ لأنه كان عنده منتج واحد وما تناسب معه فما هو جالس يتفهم أنا أجي أقول يا أخي الإسكان تعطيك 500 ألف هي مسؤوليتها 500 ألف دعم مثلها مثل الصندوق العقاري السابق وأن ما حبيت أنت مثلا الطريقة أنها جاء عن طريقة البنوك هي 500 ألف هي تعطيك 500 ترى تسددها إلا ب 1666 إذا قسمت 500 على 25 سنة على 12 شهر ولا إذا 20 سنة بتكون ب23 80 ريال ولا ب2777 إذا كانت على 15 سنة أنت واختيارك أنت والحظ دائما يجي الرد هذا كلام كذب هذا كلام اللي أخذ البيت اللي استفاده الإسكان وأخذ البيت هذا ما يجي يدعمك ما يتكلم ما يقول نعم أنا فعلا سكنت وأنا حظ لا اللي ما مشيت معه النقطة اللي هو يبغاها ولا البرنامج اللي هو يبغاه ولا المنتج اللي هو يبغاه جاء ضرب في كل البرنامج فيجي واحد يقول لا أنا قرضي 6000 أنا ما أدري كيف هالستة ألاف هذي من وين جت زين من وين جت هالستة ألاف إذا كان أقصى حد تدعمك فيها الإسكان هو الخمسمائة ألف زائد المئة وربعين ألف اللي كانت موجودة للأسكري والمدني ولكن هذه كان لها أريحية أكثر يعني حتى دفعها بعدين بعد ما تخلص الخمسمائة ألف وبدون فوعد فكيف جت الستة ألاف تعالي يا أخي كيف جت الستة ألاف طلع الرجل اشترى بيت بمليون وثلاثمائة طب انت شريت بيت للمليون وثلاثمائة هما الإسكان ما قالوا لك احنا بندعمك بالمليون وثلاثمائة احنا بندعمك في شي بندعمك في الضريبة كانت إلى أقصى حد 850 ألف الآن رفعوها إلى مليون وأنت تدفع الفرق تشتري بيت مليون ومئتين أنت بتدفع حق المئتين الدولة تدفع عنك المليون هذا حسب الشروط إذا كان مسكنك الأول القرض اللي تعطيك الدولة أو التمويل اللي تدعمها الدولة الشركات التمويلية هذا القرض أنت لك الغمسمية فقط ما بعد الغمسمية هذا شأنك الخاص لما نتكلم على الستة ألاف والسبعة ألاف يا أخي ت Pale Lion تقدر تأخذ قرض بأربع مليون إذا البنك أعطاك أربع مليون تقدر تأخذ بأربع مليون ولكن هذه الأربع مليون أنت اللي اخترتها الدعم فقط للخمسمائة ألف ولذلك لن يتجاوز 2777 سدادها يجي واحد مثلا عمر خمسين يقول لا هذا ما وصحي حتى الكلام هذا ما وصحي ليش؟ قال لاني أنا روحت للبنك مثلا بنكه قول مثلا بنك ألف راح البنك هل رحت للبنك ثاني؟ قال ها كيف راح للبنك ثاني؟ أقدر طبعا تقدر تروح للبنوك كلها ومش لازم ينزررات بك فيها استغرب شوي والله كل البنوك خلينا نجتمع والعبد الرحمن خلاص عمرك خمسين اليوم لأعطيك عشر سنوات اقسم من خمسمائة ألف على عشر سنوات ما راح نخاطر معك في التقاعد أسأله كل ابنك أقول له طيب هل رحت إلى شركات التمويل؟ قالوا وش هي شركات التمويل؟ يا أخي فيه شركات تمويل تعطيك إلى عمرك خمس وسبعين وتنظر معك راتبك التقاعدي وتشوف قديش تقدر تدفع انت حتى في راتبك التقاعدي قالوا كيف يا أخي شركة دار التمويل وانذكرنا اسمها وانسوق لها هي أساسا المؤسسة العامة للتقاعد هي المالكة الأكبر فيها هي دعم للمتقاعدين في ناس أعمارهم فوق الخمسين أخذوا القرض رح للبنك فوق الخمسين ما يعطيك نقول لك أشي أعطيك أنت بتتقاعد بعد خمس ست سنوات زين ناس يجي يقول لك أنا رحت للبنك وما أترف بالشركة حقي أنت شركتك صغيرة فيها عشرين شخص وشركة هذا ما فيها استمرارية ما هو مضمون نشتغل في مطعم صغير ما نعطيك ولا راتبك قليل راتبك أربعة آلاف برضو يطيك لا راتبك أربعة آلاف روح إلى الشركات التمويلية المتخصصة في الأشياء هذه والمشكلة الكبيرة أنه لما تتكلم عن برامج الإسكان أن الناس لا تتفهم كل واحد يرد عليك بالمفهوم اللي عنده ولكن البرنامج كبير الإزديات كبير إلى الشهر الماضي إلى قبل يومين حق الشهر الماضي في أقل من ثلاث سنوات برنامج الإسكان دعم أكثر من سبعمائة ألف سبعمائة تقريبا وعشر أو سبعمائة وعشرين ألف تمكين للمساكن هذا قريب من الرقم اللي يعملوا الصندوق العقاري في 42 سنة الفرق إيش؟ الفرق طبعا بالنسبة للناس الناس تبغى من الصندوق العقاري مباشرة حنا نتمنى الشيء البسيط أنا نبغى يا أخي نبغىها منها مثلا كل واحد لهم نياتك ولكن بدل ما يحطوا ميزانية عشرة مليار مثلا سنويا للصندوق العقاري قال لا بدل ما أعطيها هذا خمسمائة ألف هذا خمسمائة ألف خمسمائة ألف لا خليني أدفعها دعم للأقصاد وأخذ أعداد أكبر ولذلك ارتفعت أنت لا تقرأها من وزارة الإسكان روح إلى تقرير مؤسسة النقد وشوف عدد الناس والحجم التمويل اللي أخذوها الناس في الثلاث سنوات الأخيرة تشوفوا يتضاعف بشكل حتى في أشهر الجائحة يتضاعف يزود حتى في أشهر الجائحة أعلى شهر هو آخر شهر أكثر من ثلاثين ألف طيب بس أنا أحس أن هنا أقدر أدخل معك في أكثر منه أي أنت تقول مثلا الآن أنه 500 ألف منهم دائما أنك أنت أخذت أكثر طيب في جزئية أنه 500 ألف هذه ما تجيب أرض فاضي ما تجيب أرض فاضي نعم يعني ما تسوي شي فما في مشكلة 500 ألف اتفقد أنه تاخذ 2777 ما تجيب لك ما تجيب لك شكل ما تجيب شي نعم فهذه معضلة يعني 500 ألف ما تسوي أنا مضطر اضطرار أني أصلي إلى مليون ونص عشان أشتري ممكن حتى شكل شوف أنت لا تتحكم ما في أحد يقدر يتحكم في الأسعار أبدا 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 عناصر متعددة هي التي تتحكم في الأسعار أرفع الضريبة شوف في العقار نزل الضريبة شوف أرفع الرسوم شوف في شي صير يعني نازل طالع نازل طالع نازل خل الدولة تجي الآن تقول لك أنا أبغى أبني مصانع وكذا شوف في شي صير في الأسعار تطير الأسعار فوق الآن خذ الأحياء ما أنا أريد أن أقولها الممتازة جدا أنا أقولها الممتازة في الرياض طبعا تأخذ لك أرض مليونين مثلا آتني مثال للحي يعني خذ مثلا الأحياء الشمال الصحافة صحافة تأخذ لك المتر مثلا 2500 أنا معرفة بالضبط بالضبط لك 2500 تقديري 2500 خلينا نقول أن نزل المتر نزلت الأسعار من 2500 خلها نزلت إلى 1000 ما رح من بكرة يصير الأقبال عليها تلقى أيام ترتفع مرة ثانية إلى 2500 الحركة هي التي تتحكم في السعر الحركة يعني أنت الآن تقول أنا جمعت لي مليونين أبأخذ لي أرض ما اشتريت تقول خلي الأسعار تطيح طاحت الأسعار بالمليونين بتروح تشتيري لك خمس أراضي ولا أربع أراضي التجار نفسهم بروحون يستثمروا في هذه الأراضي بيشتري فيها أبرجع أجواب لسؤالك وزارة الإسكان قالت أنه بما أنه هو برنامج الإسكان بالأصاح بما أنه جزء مهم من أعمالنا أنه إحنا نوفر مساكن مناسبة للـ 500 ألف للـ 600 للـ 700 للـ 400 فحطت البرامج أقل شيء بيع تم بيعه بـ 250 ألف وأعلى شيء بتقريباً 750 بس تلقى عنده منتجات 800-850 حتى فيه بالمليون هذه البرامج الإسكان برامج الإسكان أنا أمس كنت في برنامج في الدمام عنده منتج بـ 600 ألف دوبليكس 600 ألف وين؟ في الدمام وين في الدمام؟ طيب أنا بقول لك هنا في الرياض ما عليش نذكر أسامي مشاريع ما إحنا مرتبطين إحنا إحنا قطاع خاص حر سأسوي لي فعلي سرايا النرجس دوبليكسات فيلل هذه المجمعات اللي الناس تخاف منها هذه المجمعات مثل الجبيل ترى هذه الناس اللي تحبها في الجبيل هذه موجودة في المجمعات مجمع بحدائق ترى مفروضة عليهم الأشياء هذه مستشفى مدرسة مستوصف مدرسة بنات مدرسة أولاد متوسطة ثنوية حدائق بقارات كلها موجودة في نفس المجمع لأنه يبني لك 2000 واحدة سكنية ثلاثة طرف وحدة سكنية هذا المجمع أسعار ب750 سرايا النرجس 730 ألف تأخذ الخمسمية تكون أنت جامع لك 150 في السنوات اللي عملتها تقترض من البنك قرض شخصي ولا من أحد الأفراد العائلة عندك تقترض لك 100 ألف أخذت المسكن دوبليكس يجيك الآن تفتح باب جديد قال لك الغرف صغيرة مو يا أخي في غرف كبيرة عندك 5 مليون في غرف كبيرة بس أنت الآن تحاول تقلص من هذا في ناس قالوا والله هنا فيه فيلال الآن اللي جنب المطار والله أنا ما عرفه ساميها جنب مطار الريع تطلع أعتقد شمال شمال حي النرجس أنا جيتها مرة بس إني والله ناسي اسم المجمعات في مجمعات كثيرة هناك دوبليكس ب500 أر قال يا أخي هذا 17 كيلو شمال طريق سلمان طريق الملك سلمان صحيح أنت تقدر تكون على طريق الملك سلمان تقدر تكون داخل الرياض بس تشتري لك مثلا شقة يعني مستخدمة عمرها 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات تقول والله أنا ملزم ما أقدر أطلع تقدر تأخذ لك هنا شقة وتضبطها وتصلحها وتعيدها وتكفيك فيها 500 يمكن تحط عليها 100 ألف يقول لك ما فيه لا فيه شقة موجودة في الأحياء هذه على الشمالي المصيف والمروج شوف أجاراتها بكم إذا لقيت الأجار مثلا حقها بـ 30 ألف أجارها بـ 30 ألف إذن بيعها لا يمكن لا يمكن أنها تباع بأكثر من 500 ألف 550 ألف بأقصى حد لا يمكن هذا معروف هذا سعرها طيب لو كان سعرها أكثر كان باعها طيب لو أخذنا الأراضي البيضة ميصر عليها بنا هي لا تزال واحدة من المعضلات الذكر كذا هنا جاي كمسبوع طيارة كان الطيارة أنه أخذت لثبك ودخلت بس كنت طالما شباك راضي ضخمة جدا داخل الرياض لا تزال فاضي الأراضي الفاضي هذه ستكون عامل مهم في زيادة العرض نعم فما أدري يش صار يفترض أنها ترخي يعني ترفع من العرض فبالتالي بيكون في أريحية بالأسعار شوي يفترض هبوط ما أعلم الغيب ولا أدري عن هبوط لا بس أنه يش صار يذكر أنه صار يعني فيه بس أنه برضه في حلقة دلال ردي الذكر كان يقول أبو عبد الرحمن أنه لم تطبق كما يجب مش لم تطبق كما يجب هي وضعت سياسات حقتها وبعدين أخذوها على فيزيز على مراحل زين كل مرحلة ما ينتقلوا للمرحلة الثانية إلا في معايير استوفية ننتقل للمرحلة الثانية والمرحلة اللي بعدها والمرحلة اللي بعدها أعضيوا أصحاب الله لأن الهدف ما هو بس الرسوم الهدف إنه استثمر التطوير طب أنا بأخذ منهم رسوم بعدين إيش بيصير ما يصير شيء كل ما أخذ منهم رسوم وما في استثمار ما في شيء بس أنت تبغى تكون محفز للمطور لتطوير مش المطور هو صاحب الأرض المطور هو اللي يشتريها من صاحب الأرض تبغى محفز أنت ما تبغاه يقول لك أوكي خلاص أنا ما عندي فلوس أخذ جزء منها ما تبغى طب أنا شسوي فيها الفلوس لا يعني الفلوس مثلا الفلوس نأخذها ونطور فيها نجيب فيها كهرباء المشاريع نجيب كده ولكن بعدين ما يسوي فيها إذا ما كان هو مثلا بيأخذها وبيطورها زين وبيقدر يقصدها على الأرض كل سنة بيجيب يعطيني منها جزء ما استفد شيئا هو ما استفدنا صحيح نوتس بس أن هذا عامل يرغم أنه يروح يشغلها لأنه يخسر محفز الآن صار يخسر هي يفترض أنت لو ضغطت عليه يقول لك يا أخي خذ من الأرض أنا لو رح أطورها ما استفد شيئا أنا الأسعار بتكون فيه نزول لذلك تكون أنت في المنتصف ما بين تحفيز العقار والعاملين على العقار والمطورين واصحاب العقار وتوفير السلعة أكثر للمستهلكين الآن موجود في والله أنا خلينا أعطيك على بعض الحالات يعني بعض الحالات سواء كان إيجار إيجار شقة مثلا بـ 2500 يعني كم 2500 30 ألف بالشهر أو 60 ألف بالشهر 5000 مثلا هذا وهذا يستطيع أن يشتري نفس الشقة اللي هو فيها زين بنفس المبلغ يعني هذا بـ 2500 خلوح أخذها أشتريها بـ 600 ألف وقت قصدها ما رح تصل تدفع أمكن نفس الشي 2500 خليك تدفع 3000 أساسا تدفع أقل لو تروح تشوف أنت القروضة العقارية في مواسسة النقد تقسم الأعداد تقسم حجم التمويل على الأعداد المعدل 480 ألف 480 ألف القرض الواحد حتى ما هو يعني 500 وقل 500 لا 480 فمعناته في ناس كثير تنطبق عليهم حين مشكلتنا أنا مثلا أشوف الستاندرد حقي وأطبقه على العالم لا في أعداد كبيرة 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 يقول لك أنا ما عندي قدرة إلا أني أشتري شقة زين وأسكن فيها وأدفع نفس قيمة الإيجار أو أقل وتملك وتملك طيب وش وش تتوقع اليوم إذا خذنا أكبر العوائق أمام برنامج الإسكان برنامج الإسكان ماشي كويس ماشي تمام ماشي تمام يعني الأرقام جالسين يعني في تقدم كبير هذا يعني خلينا أقول لك وأكثر من المتوقع يس كم نسبة تملك اليوم السعودي والله أشوف أنا نسبة التملك الحقيقية ما أدري بس أنها تقريبا يمكن وصلت قريبا لخمسة وستين أو حاجة زي كده كم كانت من ثلاثين وخمس دار كانت ممكن ستين بالمئة وأقل من ستين بالمئة هذا على المعايير الأحصاءات اللي موجودة عند الإسكان وهي العمل الأحصاء طيب الأراضي بعد تغير الضريبة وإضافة الضريبة إزالة الضريبة القيمة المضافة وتغيرها بضريبة التصربات العقارية وصارت خمسة في المئة كيف تشوف أثرها على العقار وأسعار هذه ممتازة بس إنها ما تنعكس على اللي أنا وأنت نتكلم عنه لأن الضريبة هساسا الدولة بتدفع أنك إلى مليون أنت بتشتري لك ديبلكس مليون مليون ومئتين الضريبة ما هي مهمة لأنهم بيدفعون ضريبة المليون بس لنا مثالها إيش أنه ما في شيء في الرياض أو يمكن المدن الرئيسية الثلاثة ما في شيء مليون فإذا أنا بشتري حاجة أكيد أن مليون ونص أو شيء زكي وكانت تتغطي إلى ثمانمية فالقرار الأخير اللي جاء هو يغطي حالتين أنه رفع القيمة وتغيرت الضريبة نعم بس إذا قلنا أنه مليونين تأخذ شيء مليونين أو مليون ونص وهذا المتوسط يعني فأنت بضريبة يعني ضخمة جدا من قيمة الأرض والدولة تتكفل أو الحكومة تتكفل بثمانمية ألف فهي بتأخذ يعني ما قرابة بس تحولت الآن فتفرق أحس أن الضريبة أول كانت يعني في المليون ونمية وخمسين وهي تدفع إلى ثمانمية ثمانمية ألف أنا أنت تتكلم عن الثلاثة الشهر اللي صارت يعني الثلاثة الشهر الآن بعد قرار الملك الأخير نعم كيف تتوقع أثرها على القطاع والله شوف هي بكل تأكيد تحركت كبير أول ثلاثة أيام كان فيه تقرير أعتقد ثمانية ألاف سك في ثلاثة أيام يعني تم يعني في في وكالات العدل كان فيه يعني فيه حركة سريعة بس ترى السوق ترى ما يتجاوب سريعا دائما السوق يمشي على المدى البعيد أنت لأنه نوعي تشتري بيته اليوم ما تروح تشتري بكرة كيف أيه فالتجاوب ما يكون يعني مباشر ولكن بكل تعكيد يعني شوف أنا بقول لك بقول لك دليل أبعطيك دليل كيف حرص الدولة على تملك المسكن الأول ومساعدة المواطن يتملكه أنت جيت ما تدري رحت شريت لك بيت زين شريت لك بيت من عندك ما تدري عن برامج الإسكان خلاص أنت تملكت محسوب في نسبة التملك ترى فيه برنامج خاص في وزارة الإسكان الآن يرجع لك يقول لك تعال ترى يمديك تعال ونعطيك يس اسمه تحويل القرض العقاري القائم إلى قرض مدعوم ولا يدري عنها البنك حقك اللي انتخذت منه القرض ما يدري عنها نهائيا تجيهم يحاولون يصير ينزلك شهريا ينزلك شهريا بالمبلغ المتبقي يتيم هم موجود ترى في كل التقارير شوف رح على تقارير الإسكان صفحة السادسة السابعة تلقى المنتجات سبعة ثمانية منتجات الشراء من السوق البناء الذاتي شراء من مشاريع الإسكان مشاريع اللي سمونا البيع الخارط الآن تغير اسمها الأرض المتجانية فيه تلقى موجود تحويل القرض العقاري القائم إلى قرض مدعوب طب طب انت أساسا حولناك جت الدولة عطتك فلوس ترك ما غيرت في نسبة تملك لأنه انت متملك ولكن التزام الدولة للمسكن الأول طبعا فيه شروط اما انك تكون مثلا مسجل سابق في صندوق العقاري ترضى انك ما سجلت تكون انت من اللي اشتروا بعد واحد واحد 2017 اذا انت شريت بيت في 2018 وانت ما تدري زين روح الآن وتلقى الدولة تدعمك حول قرضك ويتكفلون لك كأنك ما اخذ القرض مدعوم الـ 500 ألف هذي كم كم الفؤاد حقها الـ 500 ألف لما تاخذها كم يعطيك ياها البنك في سنة يعطيك ياها تقريبا مليون 400 يعني 950 ألف تتكفل بالنصف الثاني 950 ألف هذي فكأنك اخذت قرض يعني كأنه قصد من راتبك بدون فوعد في برنامج ثاني برضو يعني برضو مهم ويدعم حتى وإن كنت يعني ما استفدت من برنامج الإسكان في برنامج ثاني أنا ما أعرف تفاصيله ولكن هو اسمه الرهن تقدر تروح ترهن سكى البيت وتأخذ قرض تسدده بدون فوعد بس يبقى لك تبحث عن نوعية وإشي اللي موتت بداخله طيب وش الشكل الأمثل لشكل العقار في السعودية هل هذه اليوم الأسعار متضخمة هل مفترض أنها تنزل هل مفترض أنه يصبح يعني وش الشكل الأمثل لنسبة تملك المواطنين الأراضي الأسعار المساحات أنا من أول ما كتبت وحتى في ناس يلوني كثير أنا بنيت بيتي بنيت بيتين كلها بناء ذاتي وكانت تجارب ما هي كويسة ما فيها شك ما عني أنا اللي مخطط البيت وأنا اللي عامل الهندسة وأنا مهندس ومهما كان تجربة متعبة ما عندي لياقة هاقعد سنتين وراكض ورا البيت لين يخلص إذا رحت عند اللي يبيع السيراميك واللي يبيع الرخام واللي يبيع النواف كل اللي يضرب فيك السعر لأنه أنت بالنسبة له جاي مستعجل ينزله للشركات الكبيرة أنا أرى أنه ما حد يبني بيت بناء ذاتي إلا يكون متمكن ماليا وعارف أنه يدفع أكثر من القيمة الحقيقية للبيت للمقاول المهم بالنسبة لنا حنا كمهتمين بتشأن التنموي أنه الشرائح اللي عندهم رواتب ضعيفة مش ضعيفة يعني بوالفين حتي لعشر ألاف وخمسة عشر ألف زين أنه يوجد لهم برامج سكنية أوجد لهم برامج سكنية الآن موجودة في كل المدن وأسعارها برضو بنفس تتكلم من أربعمائة ألف ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة إلى ستمائة إلى سبعمائة أنا دائما كنت أكتب أنه مشاريع الإسكان لازم يسو قبل برنامج الإسكان هذا مشاريع الإسكان لازم يكون فيه مشروع زي اللي بنيت مثلا في الكويت واللي بنيت في الدمام وحتى في الرياض هنا مشاريع الكبيرة استوعب كمية كبيرة من الناس من اللي بنيها القطاع خاص والحكومة الحكومة زين كانت التجارب في السابق حاولوا يجيبوا مقاولة استجارب سيئة كلها كلها كل تجارب ما مشت التجربة الأخيرة هي اللي كان فيها التمكين للمقاولين الكبار زين شركات الكبيرة لا وش المشاريع اللي بتقصدها أسامي المشاريع سرايا النرجس واحة الدمام واحة الدمام الآن يبنون في الدمام في حي الفرسان يبنون 2300 وحدة سكنية تتعرف 2300 وش كبر 2300 يعني أنت يبغى لك عدة مدارس 2100 سكنية كل وحدة سكنية فيها ثلاثة أربعة أطفال تتلم على عشر آلاف طفل أكبر مدرسة عندنا اللي مزعومة اللي مخنوقة اللي مخنوقة 600 طالب تقريبا هذا اللي مخنوقة مجمع كم مدرسة يبغى لك هناك زين هذه مجمعات متكاملة تبني من هالمتجمعات ولكن المشكلة الكبيرة أنه نجيحنا نقول والله أنا أبي أبني أبغى غرف واسعة وأبغى كراجل السيارة وأبغى 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 الأسعار منخفضة زين هذه ما تيجي طب هالأسعار العقار متضخمة أو المنطقية اليوم أغالية أنا كنت بجاوبك على السؤال اللي قبله شوي وش اللي يحدد أنها متضخمة ماها متضخمة اللي يحدد الراتب أنا إذا راتبي 70 ألف أبقول لك والله رخيصة هالعقار إذا راتبي 10 ألف أبقول لك غالي من اللي يحدد الراتب نقطتنا الأولى اللي تكلمنا فيها بداية اللقاء الوظائف سأقدر أعرف أن هذا المنتج متضخم وفي هذا المنتج سعره عادل هل هذا الأرض سعره عادل والله شوف من اللي ساعدهم اللي ساعدهم الناس اللي تشتري فيه ناس عندها برستيجي يقول لك أنا ما أبغى للحي هذا زين الحي هذا ترتفع سعاره تروح للحي اللي مجاوري بجنبه تلقى فيه دروب يمكن 20% زين بسم الإجمال على المسؤوليات هل هي السعر فوقه متوسط هل الحكومة تهدف إلى خفضة سعار العقار هل هيئة العقار ما أعتقد أنه ما قرأت أنا في أي مكان أنه في أي أحد مسؤول عن خفضة سعار العقار هل هي منطقية وأنه فيها منطقية لا هو أموش يقول لك يقول لك أنا أرفع المعروض أنا أرفع المعروض بس لخفض السعر ولا توفيره بس لما ترفع المعروض فيه ناس من اللي ماسكين سيرا يروحون يسكنون هناك طلعوا من أماكن كانوا مستأجرينها بدأت تنخفض على الإجارات ثم تنعكس على القيمة نفسها لأنه خلاص شرح بيت ما رح يطلب بيت ثاني بس متى تتغير المعادلة إذا عندك ارتفاع كبير في السكان صار عندك ارتفاع كبير في السكان يعني أنا اتفاجأت في أحد البرامج ما كنت عرف عنه والله ما أدري من اللي تكلم عنه ولا أدري إذا كان يعني رسمي ولا ما هو رسمي بس كان أعتقد من هيئة الملكية لتطوير الرياضة وال هيئة تطوير الرياضة أتوقع إذا تقصد أنه زيادة السكان في الرياضة مضاعفة السكان تقريبا هيئة الملكية هيئة الملكية مضاعفة السكان مضاعفة أدد السكان فمعناته روح وشتري في شمال الرياض بتكون في وسط المدينة ما راح تكون بعيد يا خين أتذكر العقارية اللي كانت في عند جرير في الطريق العليا كانت هاي نهاية الرياضة؟ لا ما كانت هذه نهاية الرياضة هذه كانت كانت يعني يعني كانت ما في قريب منها مساكن كان منطقة وداخل الدائر الشمالي كان طرف الآن الدائر الشمالي يعتبر في منتصف الرياض الملك سلمان كان بعيد جدا يعتبره لحاد الرياض هي ترى ما هي ما تأخذ على الأحياء الجديدة وما الأحياء الجديدة بس أن يصلا هنا فيه يدخلوا لك التخطيط الحباري ومدريش واللي ناس فيه تشوف المسائل هذه مزيجة فيه عامل كبير في الأسعار الأسعار الأراضي من اللي يسكن في الأحياء والناس تروح تدفع ضعف علشان تسكن في الحية الفلان زين؟ قال أنا والله موظف ونرات وبعندي كده ما برحسكم مثلا في حية رخيص الحية الرخيص ما يناسب لي أبي يروح للحية الغالية هل هو حية غالية ولا الحية المتكامل؟ يمكن الرخيص المتكامل لا بالعكس لو تروح للحياء القديمة في الرياض التكامل فيها أفضل من الشمال بالكامل فيها بنية تحتية تصريف أمطار فيها الماء واصل هناك الكهرباء كل شيء والمدارس وكل شيء موجود هذه مشكلة فعلي نحن نتكلم عن الرياض ولكن الحديث يشمل لكل البقية لا لا يعني خصوص الرياض أبرجع لك في نقطة مهمة يمكن تستغرب منها جدة فيها أكبر عدد الآن أكبر عدد يبنى 45 ألف وحدة سكنية تبنى في جدة هذا من اللي يبني القطاع خاص؟ هذه يبنيها كلها القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الإسكان أو البرنامج الإسكان من 45 ألف كلها شقق في عماير أنا قلت ليش ما يحبون يعني دوبلكسات جيت سألت قالوا فيه دوبلكسات بس داخل العمارة يعني مثلا تكون انت ساكن مثلا في الدور التاسع تدخل في التاسع ومن الداخل الداخل الشقة حقك فيه دور ثاني فوق زين أنا قلت فيه سر خلينا نسأل سألت تعرف لما تسأل عشوائيا ما تقدر لما يكون عندك عالية تسألك مثلا 30 ألف تجيك البيانات القوية تقدر تعرف النمط الحقيقي فرحت سألت المطورين سألت المطورين وكبارة مطورين بعد قال لأن الطلب على الشقق ما في طلب على المساكن الطلبات اللي تشوفها هذه في تويتر هذه قليلة الطلب الحقيقي على الشقق نزل واحد منهم يكلمني قال لي تعال شو نزل طبعا هو لما ياخذ المشروع مثلا 6 ألاف واحدة سكنية ما يبنيها كلما مع بعض أبغالها فلوس هو شي يسوي وياخذ جزء منها مثلا ألف يبني وهو يبني إذا باع ومشت البيعة عنده كويسة لأنه يبني يبيعها قبل ما تجهز وحتى قبل ما تبنى لأن الناس يبغون الاختيار يختار المبنى هنا يختار اللي يطلع البحر يختار بلا كونتك تطلع البحر ولا الجهة الثانية تفرق فإذا مشى السوق قام بنا فيز 2 مشى فيز 3 واربعة ومرحلة خمسة ومرحلة ستة قال لي تعال شوف المرحلة الأولى لماذا؟ قال كلها شقق ما فيها ولا فيلا هو عنده فيلا داخل قال ولا واحدة منهم بلا بس كلها شقق ثلاثة غرف نوم طارت كلها باعها الأربع غرف نوم قال تعال عندي ما تصرف منها الى 20% زين؟ فالطلب ما هو اللي براسي واللي براسك المستهلك الحقيقي هو اللي حدد الطلب أنا وانت نعتقد انه اشوف بيتي وشوف بيتك وزميلك وانت موظف في البنك وهذا زميل تنظر لها بالمنظار اللي انت تنظره ولكن في الحقيقة في ناس الحين المناطق غير مناطق الرياض وغير مناطق الزحمة والجدة يحبون الفلا والحوش والسطح مشاريعهم كده كبرها رغم انه واضحا في ثقافة الشقق هي جاية من جدة ما في شك للرياض فلحين تشوف المجدية توقع أنا واحدة من أبرز الأشياء اللي جاء ستصير في الرياض يعني كلها مباع لما تدخل من قحم ويشقق كلها يعني الرياض لم يتعود على الشقق المستقبل هو الشقق وما يتفق معنا الكثير أنا أعرف بزنسمان رجل أعمال يدير شركة استثمارية كبيرة يعني راتب وتتكلم فوق فوق المائتين ألف والله زوج الأولاد وباع البيت وراح أخذ له شقة في عمارة في جدة تطلع البحر ومش في حقات الإسكان لا في العماير حتى شقة غالية أربعة مليون ثلاثة مليون قيمة الشقة وراح أخذ هناك يبغى السكن الصغير الآن صار هو الطلب عليه طيب ودي أخر حاجة كذا أعرف بحكم يعني اهتمامك بالإسكان وحتى يعني قربك منهم وش أماكن التطوير اللي أنت تشوفها أماكن كذا يحتاج أعمل عليها أكثر الأريا اللي تحتاج إلى تطوير أنا قلت لهم أنتم ركزتوا كثير على التنظيم والأليات وهذا الشغل جميل مرة باقي الآن التفعيل لأنه لما ندخل المستفيد يدخل مع الباب من هنا يطلع من هنا رحلة واحدة جزء منكم التمويل التمويل يجد صعوبة المفروض التمويل الناس تروح بنفسها للبنك المفروض يمرون عن طريق البوابة زين علشان تيجي تقول له تقول له ترى ما أنت محدود على البنك اللي ينزل فيه راتبك ولا أنت محدود على البنوك ممكن تروح لشركات التمويل زين توضح له أيضا الجودة الإسكان تتابع الجودة بس مهما كان حتى لو أنت بنيت بيتك بنفسك إلا ويطلع عندك فيه مشاكل زين مشاكل يعني في الغالب تكون مشاكل بسيطة ماهي من المشاكل الأساسية ومن مشكلة اللي تشوفوا هذا كله أعمال ما يخاض على الرقابة اللي اللي سموها فلل الكاراتين ومدري إيش والسق هذا كلها شغل مقاولين ما هم المقاولين المعتمدين الاستدامة شهادة الاستدامة تعال يا أخي حمل مسؤولية على شخص آخر ليش أنت لما تجد صعوبة في البيت تتحملها أنت حملها على شخص آخر من هو أنت يعني حملها على الأشخاص اللي اللي يجي يكشف على زي مثلا عاين ادخل على تطبيق عاين وقول أبغى واحد يجي في حصلها البيت هذا بألف ريال ولا ألف خمسمائة ريال ونت بتدفع فيه سبعمائة وسألفة عاين هو مثل أوبر يوفق ما بين مزود الخدمة وطالب الخدمة يجونك ناس موثقين وعندهم شهادات اعتماد أنه يكون فاحص فيحص لك البيت يحص لك البيت يطلع لك العيوب اللي فيه كلها وحتى لو أحد المزايا في المشاريع اللي أنت تشتريها هو البيت لسه يبنى أنت تجي تشوف البيت وهو يبنى تشوفه قبل الصبة تصور ترسل تجيب فاحص تقول تعال فيحصلي يجيك خمسمائة ريال ألف ريال يبحث قبل الصبة يشوفها يقول له فيه خطة هنا تصوره تلزمه قبل ما يبدأ يصب فهذه الأشياء اللي هي الجانبية هي اللي يعني البرامج الإسكان يفترض أن تعمل عليها بشكل أكبر طيب يعطيك العافية شكرا الله عافية جزيلا لك يعني الحديث معك صدق لا يمل وموجود أنت على حسابات التواصل الاجتماعي فكل المقارات والأشياء اللي تكلمنا عنها حتى ممكن برامج بزرسكان بحاول أبحث عنها وبعضها بأطلبها منك هذا تكون في وصف الحلقة اللي يحتاجها وكذلك حساباتك موجودة في وصف الحلقة الناس تقدر تستزيد وتقرأ وتتابعك إذا يبغوني حاجة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك ممتن لك والله شكرا على الاستضافة شرح أتمنى أن أضفنا ما في شك الله يسعد شكرا 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 لك شكرا لكم شكرا لسحر سريمان في الإعداد والتحرير وصالح بسلامة خلف الكاميرات محمد الحسن في الهندسة الصوتية هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر وتوزيع الأسبوع المقبل ألقاكم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا